ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ده مش منطقة ست لعبين الكلام على مدار الاسبوع والعشر تيام اللي فاتوا بالتحديد من عدد كبير جدا من المجتهدين اللي بيحاول يجتهدوا في الاخبار واصدقائنا وزماننا لأعزاء الاعلاميين بخصوص ايه بخصوص ارتباطهم بالتعاقد مع النادي الاهلي وان النادي الاهلي خاد خطوات رسمية في طريق التعاقد مع بعض اللاعبين عشان ينضموا ليه فريق النادي الاهلي بعض الاخبار دي ممكن تكون اخبار استنتاجية وفيه البعض الاخر غير منطقة بالمرة اللي هو ايه حد بيبقى عايز فرق على حاجة كده يقول خبر عشان يعمل ضقة او بتاع وبيبقى على الفاضي حاجات مش مش لما تيجي تعقلها كده لأ مش مش طبعية بيبقى لها اهداف اخرى وبالتالي انا حابب اتكلم احضراتكم في الملف ده تحديدا عشان اقول لكم ايه اللي بيحصلوا عشان اقول لكم اللي اتجاهات مش ازاي بخصوص النادي الاهلي اولا دلوقتي احنا فين شهر فبراير اخر فبراير يعني بكرة لبعده ايه اول مارس يعني مفيش اي فترة انتقالات حالية موجودة اصلا يعني يناير لسه خلصات واحنا قابل يناير بشهر بس كان فترة انتقالات الصفاء لان الامور كانت بايزة شوية بخصوص مواعيد الجدول الدوري والمسبقات مختلفة بسبب فيروس كورونا والامور اللي احنا وظروف اللي بيمر بيها العالم كله يعني فالفترة الحالية مفيش اي اصلا فترة انتقالات الا لو فيه احنا مثلا مش واخدين بالنا او الجمهور مش واخد باله او كل الناس مش واخده بالها مفيش خالص فبالتالي من غير منطقي اطلاقا ان الاهلي يكون تعاقد مع اي لعب عشان ينضم لصفوف الفريق وكمان فيه كمان بعض الاخبار مثلا يقول لك ايه فيه لعيب مثلا معار في نادي معار في نادي وحيخلص عارض وحيرجع مثلا على نادي كبير ويقول لك الاهلي تعاقد معي طب ازاي يديني عقلك يعني يعني العيب لسه قدامه سنتين عشان يبقى فريق وطالما هو بقى فريق ممكن اي حد يفكر انه يكون موجود بس امتى بعد سنتين يعني حيني وحييك ربنا كده بإذن الله بعد سنتين نشوف الخبر ده سيبقى صحة ولا غلط هل ده منطقي هل ده امور طبعية ومش طبعية بصراحة وللأسف دايما الواحد لما ييجي يقول خبر لازم مع كامل الاحترام لكل زميلنا وصحابنا لازم يعمل ايه يعقل الخبر الاول انا حد يكلمني قال لي خلي بقى لك اللعب فلاني ده رايح الاهلي او رايح الزماكة او كاما انت افكر لو انا فكرت مش هعوله الخبر ده اصلا لكن في ناس بتفرح مسلا ان حد قال لهم حاجة لغرض ما فيطلع يقول عشان اقلب الدنيا بقى والناس تتكلم بقى وكلام من ده وده كلام غير واقعي بصراحة هل انا دلوقتي لو انا واحد كاعلامي مسلا تلاعطى مع حضراتكم دلوقتي وتلقم الاهلي تعاقد مع مثلا طريق حامد من زمالك مش هعمل ضجة هعمل ضجة والناس هتقعد تتكلم علي كتير جدا والناس هتقعد تتكلم عن الموضوع لكن الفيديو بقى يجيب فيوز قد كده بس هفقد المصداقية هفقد المصداقية عند الجماهير وانا بقوله كمثال يعني انا بقوله القصة دي كمثال عشان ما حدش ياخد الموضوع في التجاهات تانية هفقد المصداقية على طول فبالتالي في البعض الاخر راح في اتجاه المهاجمين قالك الاهلي بشكل رسمي خلص مهاجم خلص اتقالات ازاي يا جماعة الاهلي عنده اولا لو هما بيتكلمون في مهاجم اجنابي احنا عندنا خمس لعبين اجانب عندك اجيو علي معلول وعندك بدر بنون وعندك اليو ديانج وعندك والتر بوالي الخمسة ما شاء الله ماشين كويس واحد مش موفق بتاعها ان شاء الله فترة جاية هيبقى كويس فما فيش اي مجال اصلا انت تتكلم عن انك تبدل حد فيهم دلوقتي وخصوصا ما فيش اي فترة انت قلقت لكن ايه بيحصل بقى عشان اقول لحضراتكم ايه بيحصل بالزبط الناس المسؤول عن تعقودات في النادي الاهلي سواء امير توفيق مدير ادارة التعقودات والرجل بيعمل مجهود كويس وشغل كويس او لجل تخطيط للقرة اللي بتنصق كل شيء مع الجهاز الفني ومع ادارة التعقودات وكله تحت اشراف مشرف على الكرة الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الاهلي الناس بتشتغل بتتواصل بشكل دائم مع المدير الفني اللي ممكن جدا انه هو لما يطلب لعيبة يطلبهم من الدور المصري كلعبة محليين مصريين مش شرط اي لعيب بيفكر فيه المدير الفني يبقى هو لعيب اجنبي لا ممكن يكون في لعب مصري فبيتم استعراض القراء بتاعة الجهاز الفني على رأسه طبعا المدير الفني الحالي مستبيتس المسلمين ويتم التناقش ويتم اتخاذ بعض الخطوات المبدئية علشان يبقى فيه رسمي بعد كده او مش بتاخد خطوات كمان انت بتحاول تجاهز نفسك بتعمل تصور لشكل فريق في اللي جاي وده طبيعي لاي فريق بطل اي فريق بطل احنا عندها الاهلي ما شاء الله بطل افريقيا تالية العالم بطل الدوري بطل الكاس ما شاء الله لا قوات الا بالله فدايما بيحب يرتب نفسه ويرتب اموره انا عندي ايه محتاج ايه هنا طب ماشي لو انا عايز مثلا في المركز الفلاني لعيب طب عندي رقم واحد ده خيار اولاني رقم اثنين ده خيار تاني رقم ثلاثة لو فشلت في اول والتاني ده اجيب التالت بحدد الطلبات ابتدي اشتغل عليها لما يبقى فيه فترة انتقالات قريبة لكن احنا هنا عندنا دلوقتي فترة انتقالات امتى يا جماعة لو الامور ماشي بشكل كويس او بظروف طبيعية الطبيعي في العالم كله ان يبقى فترة انتقالات الصيفية بتبقى في شهر 7 و 8 ده الطبيعي في العالم كله لكن نظرا للظروف ونظرا لعدم معرفة موعد انتهاء بطولة الدوري فانت ممكن يمتد معاك الموضوع لحد شهر 9 مثلا ممكن كمان يبقى شهر 10 عشان يبقى فيه انتقالات صيفية فده لسه بدري قوي يعني اقل تقدير كما الشهور وممكن يجب سبعة او تمانية كما عشان تبتدي تتعاكم مع العيبة جدا طيب السؤال بقى هنا هو الاهلي فاضي يا جماعة مفوش فرقة اللعيبة الموجودة في الاهلي دي اللعيبة على قدها يعني ما بتعرفش تلعب ما حقيتش انجازات ما جابتش بطولات ما لهاش رصيد عند الجمهور لا بصراحة الاهلي فيه لعبة جامدة جدا الاهلي عنده قايمة متكاملة من اللعبية معنا كده الاهلي مش هيفكر في التعاكم لا اكيد هيفكر لانا لسه أقل لكم من شوية ان الاهلي دايما ببقى انه فريق بطل بيحاول يدعم باستمرار عشان يظل على القمة وده هدف اساسي بالنسبة لكل الناس منظومة كلها في هذه الان لكن بتستنى لغاية لما تدرس وتشوف الوضع بنسبة لك ايه واحتياجاتك ايه